لو اجتمع العرب على تجهير خيرات اليمن وبناء الانسان فيه لم احتجنا الى انتاج النفط لكن اخترنا دماره وتجهيله طرد هادي وخروج قوات التحالف من اليمن وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السعودية تفاصيل مبادرة كويتية جديدة لانهاء الحرب في اليمن للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة قناة نبأ الاخبارية اخبار اليمن لحظة بلحظة وجه السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة رسالة الى محمد بن سلمان طالبه فيها بانهاء الحرب في اليمن وترد رئيس هادي منها السعودية وقال عضو مجلس الشورى السابق في الكويت ان ذلك من شأنها ان يوقف نزيف الدم وكذلك خسائر السعودية الفادحة ويقلل من خطر التهديد الذي طالها من صواريخ جماعة الحوثية وطيرانها المسيرة واضافت دويلة في سسلة تغريدات له بتويتر رسالة الى ولي العهد الامير محمد بن سلمان لتكن لسموك مبادرة تنهي الحرب في اليمن باقل الخسائر دعيا الى محي هادي مجالا لحل مشكلته او البحث له عن منفى في اي دولة بديلة وخروج قوات التحالف من اليمن باقل خسائر ممكنة واوضح الدويلة ان هذه المبادرة من شأنها ان تمنح هادي حرية اختيار مقر جديد لحكومته في المنفى وستنهي الحرب سلميا بين اليمنين حسب وصفه وشرد السياسي الكويتي على ان كل يوم يمر على الحرب تخسر السعودية اكثر دون اي امل بهزيمة قوات الحوثية مذكرا برجوع وطيرة هجمات الحوثيين على اهداف عسكرية واقتصادية في عمق السعودية وبلوغها اعلى مستوياتها واعتبر ان التحالف خض مغامرة غير محسوبة في اليمن واعلن عن انتهاء الحرب خلال اسبوعين في بداية انطلاقها لكن الحرب استمرت لسبع سنين وربما تستمر اكثر اذا لم يتم تداركها بخروج مشرف للتحالف مضيفا في ختام كلامها ان اليمن ارض عصية على غير اهلها فاتركوها لاهلها